السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد اليوم درس خفيف جدا جدا فهو يتحدث عن الكاسكات أوبريتور وهو يعني من الأشياء التي تساعدك على اختصار الكلام في لغة دارت يعني هي من خصائص لغة دارت لذلك أحببت أن أتحدث عنها ولا أتركها لوقت آخر كما ترون يعني نفس الشيء نفس المثال لدينا كلاس فيه مجموعة من الحقول والتي هي أربعة حقول هنا لكن عند الاستدعاء دعوني أستدعيه بطريقة العادية عن طريق اليوزر أيضا سأقوم بحذف هذا الكونستركتور هنا لأني لا أحتاجه لهذا المثال الفكرة أيضا سأحذف هذا سأحذف جميع الكونستركتور كما ترون لديه يعني الآن كلاس فبسط جدا فيه دالتين وأربعة حقول وعند الاستدعاء أقوم بالاستدعاء بهذه الطريقة لكن كما ترون عندما أحاول إدخال المعلومات الموجودة في هذه الحقول دائما أقوم باكتابة اسم الكلاس ثم اسم الحاقل ثم أعطيه القيمة هذا يمكن اختصاره كثيرا عن طريق استخدام الكاسكات أوبريتور تابعوا معي الاستخدام الكاسكات أوبريتور يعني أول شيء تقوم بحذف الفصل المنقوطة لأن الفصل المنقوطة تعني نهاية الأمر لكننا نحن سنبقى في نفس الأمر ونقوم باكتابة نقطتين نقطتين بمعنى الكاسكات أوبريتور وهي بنفسها تعني على هذا الأوبجكت يعني اليوزر ستقوم بإرجاع الأوبجكت هذا الجديد الخاص بنا ثم نقل له نقطتين أو double dot ونستطيع الوصول إلى الخصائص فمثلا أستطيع الوصول إلى الفون وأعطاه القيمة التي مثلا ستكون في حالتنا هي هذه القيمة دعوني أقوم بإظهارها هنا الآن أظن أن الفكرة واضحة إذا قمت بالفصل المنقوطة هنا لن يحدث المشكلة سأشرح لكم الفكرة بمثال بسيط جدا سأقوم بنسخ الكود هنا هذا الكود يعني بالطريقة العادية التي تستخدم في أغلب اللغات ثم سأقوم بعمل الكود بطريقة الكاسكات أوبريتور أول شيء الفصلة المنقوطة لا نحتاجها ثم هذا النص هنا سنستبدله بنقطة هذا نستبدله بنقطة وهذا نستبدله بنقطة والأخير أيضا بنقطة يبقى لدينا شيء أخير ليس الفصلة المنقوطة بل نقوم فقط بوضع فاصلة عفوا ليس الفاصلة بل نقوم بحض الفاصلة هنا سنتركها يعني فارغة كما ترون فقط في اخر عنصر سنقوم بوضع الفصلة المنقوطة يعني هذا كله الان هو عبارة عن امر واحد وينتهي بالفصلة المنقوطة كما ترون الكود اصبح اقل بكثير لم نقوم بتكرار كلمة يوزر اكثر من مرة ومن اشياء المهمة في البرمجة هو انك لا تقوم بتكرار الكود نقوم بترتبع ان ترك كنترول التل وسترون انه اصبح افضل بكثير الكاسكات اوبريتور عندما تقوم بوضعها على اوبجيكت محدد فهي تعني انك يعني هذه النقطتين هنا تشير الى هذا الاوبجيكت فقط يعني هي اختصار الكلام او اختصار الاكتباء هذا وكل ما لديه في الدرس اليوم اتمنى ان يكون اعجبكم وانلقاكم في الدرس القادم